وكنت غادي وانا يبالي واحد جاي بالموتور وقلبي وقف ناري اهدا جاي عندنا مشيت فيها انا صاف خصوصا يلاج بدلية شي جميل انا غنسخف لها هنا وغنتفتح ووصل عندنا وهو يوقف استجمعت القوة ديالي ورجعت نوهم ورا دهري وبديتك الخطب شوف انت انا راه نوصلك حتى لسما بدربة وحدة ونعطيك دربة وحدة دورك الكرة الارضية واش عرفتي شكون انا انا راه اللي كيخافوا منو نصد المشرملين دلمدينة بلا من بالي كنقي هكا انا راه نشرمل في مخي تبغي تقرب منن دب حك هو يقول كملتي قلتلي شنو بغيتي هو يقول كنت بغيت نسولك شحال في الساعة ولكن بالي انت مسوطي غنسول الزوينة اللي معاك نقزات هي ضحكة وقالت لهش حال في الساعة شوي بده وكيهضروك يضحكو وكيتعارفو قداني احتركبت معاك وخلاتني بتحطي نفسك في مواقف بيخة السيد ماشي مشرمل وبغي يسول غير على الساعة وانا سبقت هالو لا طلعتي راجل السلطان والدرية بدلتك بموتور بقيت كان تمشى محراسي وكان غني حتى وقفوا علي جوج ماتر قلتلي هوم بغيتوا تسولوا على الساعة حتى انتم ما وهو يقول لي يا واحد احنا بغينا نسولوا على الساعة وعلى التاليفون وعلى البزطان دلفلوس وشنواخور اجبتشي سلسليلة عندك واحتدك سروال عجبني حيدو إلا إلا سروال راني غمس الفمن عند رايان وهو يقول تطلقوا اللي غرسم ليك خريطة المغري في وجهك اجبت علي يا واحد السيف قدي في الطوم بلعت ريقي واضحك قلت على الاقل ماشي حدا الدرية فينا سلطان اللي كنتي مشرمل في مخك هو خانقي واللي نص المشرملين دلمدينة كيخافوا منك المهي خليت حتى دلام الحال ومشيت بحالي للدار غاب البوكسر الحمد لله اللي مخدوه شحته هو شافتني اختي وبدتك تغوط جيت الوالدة وبدتك تسوق وقلت لي هارا غير حيت حويجي في البحر ونزلت نعوم ومن اللي رجعت لقيتهم تسرقه بقيت كتشوف في ياشي شوفات ماشي هما هادوك ما فهمت هاش ودخلت تلبيتي ولبست حويجي وانا نهز التليفون اللي اعطاتوا لي الفليفلة ايه ولا عندو قيمة دابا بعد ما خداولي سمارتفون ديالي صونيت منو الموسى واعلمتو بش نوقع ودرت معاه غدر مشين دي كلاني جيت نعز حتى لقيت الوالدة دخل علي بعجاجته وقال ايه جنتا يا الحريمي فين كنتي قلت كنت في البحر وهو يقول اعطيني شي امارة قلت اه ام اب اه وهو يقول لا واه جدة غات مشي حتى تجيب لينا شي مرد يقل ثقف حجرنا كتار منتق هالس الله يلقيها ليك ونتهنى من من خرج وازدح الباب وانا بقيت كنفكر ايش كيقصد الواليد اه اعاد فهمت الشوفات ديال الوالدة احساب ليهم دخلت لشي دار مع شي بنت وهربت ونسيت تمح ويشي ايش يا الواليد ايش تسمع اراني الدقري سيت والله حتى الدقري سيت ايواء الشوماش قاهرني في حياتي الفلوس والو والدين مغرقني والواليد ما بقى كيعطيني والو وحتى الوالدة ما بقاش كيقطر في هات مسكين ديالي وولادك تبغي غاد تفك مني خرجت انت سارة حتى اطلاقيت واحد البنت كان عرفها خديت منها النمرة ودرت معاها انطلاقاو في العشية ارجعت ولقيت حبيبة في الدرب دارت بيا الدنيا حماريت وخضاريت قلت حبيبة لابس عليك وهي دقو لابس وانت لابس عليك قلت الحمد لله فين غادية وهي دقو كنت باغا نخرج ولكن دابا ما بقيتش قلت ليها واخا خليتها على راحتها ودخلت للدار وبقيت كانت ناجر مع راسي شكون هي باش تدير لي يا عكا انا نقدر نعرف عشرة حسل منها وهي من اخلاني بحال لا ما عرفتش شكون حاسبة راسها علاش كنت الراسي معاها ما عرفتش وخرجت وعطيتها للدوران تلاقيت واحد البنت وبقيت معاها وعطيتها وقت حتاهية درت معاها نصف ساعة بعد ما انطلاقاها مع البنت الاخرى غاوصل وقت رونديفو وانا نخرج من الدار وريحة البارفان دوش بيها ماشي غراجها خرجت وانا نتبلوكا لقيت حبيبة في وجهي قالت سلطان لبس عليك قلت ها اه اه الحمد لله فين غادة وهي دقو اللي مكتابة تمشي معايا قلت ليها اه واخا علاش الله تمشيت معاها بحال شهبيب ونسيت الراونديفو شدينا تاكسي وانا معاها دازمول تاكسي على الجردة اللي كنت داير فيها معا البنات لقيتهم تم مبجوج كيت سناو والاكتر غرابة انهم مع بعض قالسين ربي احفظني منهم اليوم اما هما كانوا غايت عاونوا عليا بقيت معا حبيبة حتى وصلنا المكتابة من اللي دخلنا بقات كتقلب على كتب بحالة الاموال فكتجي لهنا قلت حبيبة واش انتي محتاجة شي كتاب شي قراية قالت انا كملت الدراسة بحالك ولكن القراءة ما زال القراءة هي غذاء العقل بحال الماكلة غذاء البطن واش انتا ما كتقراش قلت اه احتى انا كنقرأ عندي كتوبة كنقرأهم وهي تقول شنو اخر كتاب قريتي بديت كنتفت اه ويلي ايش غنقول ليها وانا اخر كتاب ايش من اخر كتاب قول بوليكوب شريته بالزز باش نفاليدي في الجامعة قالت يعني ما كتقراش سلطان قلت العالم ره في الراس ماشي في الكراس وهي تقول هادي الحضرات ديان المعقازة وانا نقول ايش هد الكتاب في ايدك قالت هادي رواية قلت والرواية باش غتفيدك من غير التسلية قالت بالعكس الروايات تقدر تستافد منهم كتر من الكتب التعليمية كتسافر بيك العالم اخر من العين وكتجيبو ليك قلت انتي موسوعة ومختلفة بزاف على البنات وهي تقول احتى انت مختلف بزاف قلت ليها بالصح قالت اكيد عمري شفتشي حد ما عندوش هدف بالدنيا بحالك صدماتي وبقيت مع حبيبة كتوريني في الكتوبة وكتحاول تهدر لي على كل كتاب بحده فعلا هي مختلفة بزاف موسوعة دا بعاد عرفت علاش راني من جاذب ليها احتى لهذا الدرجة ابقيت كتوريني في الكتوبة احتى ما حسيناش بالوقت والاول مرة كان بغي نقرأ واتحمست خديتشي روايات وقريتهم في الدار ومشيت لدارنا وبقيت كنقرأ واحدة الرواية من اختيارها قلبي دخل في الرواية وحسيت بحلاوة القراقة الروايات عالة ماخر قريت الربع دا الرواية ونط وبقيت كنطل من الشرجة بقيت كنتأمل حتى فتحات الشرجة قالت اش كتدير علاش ممشيتش تقرأ قلت غاخديت بوز ولكن الرواية واعرة قالت هي اذا عجباتك قلت اكيد بارك غير انها من ايدك وبدون شعور بدينك نتناقشو على الرواية وكنه درو وما حسيتش بالوقت جاع احتصبح علينا الحال ما كرهتش نبقى غانه در معاها اول مرة كان حس هاد الاحساس مع شي وحدة احساس غريب بالساف كنت طاير في السماء وادعاتني ودخلت لديتي وبقيت كنفكر فيها وحاولت ننعز وما قدرت صورتها قدام عيني ايش دارت فيها هاد البنت غمت عيني شوية وفقت ولقيت هاد السحود فرحت عامري ما فقت في هاد الوقت من نهار كنت مساحب مع واحد المعقدة فيقاتني واحد المرة باش نطلاقاه مع السبعة باش حتشي واحد ما يشوفها ديك الفيقة بكري هي اللخرة ديالي من سمى وانا من اصحاب الفياق محل حاصر حسيت راسي ناشط وباغي نشوفها نط وغسلت وجهي وخرجت باش نفتر وهي تقول ماما بسم الله عليك ايش واقع قلت علاش شنو كاين وهي تقول مالك فايق بكري قلت وويلو غا قررت نتبدل ونبقى نوت بكري وهي تقول ماما تبدل الله يجعلني انتيق كالعادة نبع الحنان ما متيقانيش خديت الرواية ومشيت للجردة وبديت كنقرأ فيها حتى سمعت صوتها مورايا قالت كتقرأ بوحدة قلت اه حبيبة لبس عليك وهي تقول انا لبس فين وصلت قلت تعمقت فيها ما قدرتش نطلق منها وهي تقول الروايات هم هادة كتشدهم وما كتلقهم حتى تكملهم كي يجد بوق بكل كلمة وانا نقول انتي عالم ممكن سولك قالت اكيد وانا نقول عمرك بغيتي شي حد قالت انا عندي مواصفات خاصة لحب قلت ليها شنو هم هاد المواصفات وهي تقول حب أسطوري مشاعب وأحاسيس فقط بدون جسد نطيروا اهنا وياه السابع سما نتفاهموا بالعين وبالقلب ماشي بالهضرة وانت سلطان عمرك بغيتي انا تصدمت وضحكت وانا نقول لا ولكن ده بك نبغي قالت وشكون هي قلت ليها ما نعرف ما عرف توالو وهي تقول نوضو نمشيو المكتابة قلت ليها غدا تبليني بالروايات وهي تقول حبيبة الروايات غذاء القلب والعقل تبدلت حياتي بزاف وانا مع حبيبة كنت عاف بزاف من اللي كنكون معاها جربت نكون شفاف في التعامل ديالي وما نكدب عليها فوالو ماشي بحل العلاقات اللي كانوا قبل حسيت براتي الأول مرة إنسان ما كان كدب موالو وما بقيتش كي ما كانت حسيت الدنيا عندها طعم وبقينا في المكتبة كنقرام وانا كنشوف فيها وكنتأمل فيها شافت في يوحة سلاطني وهي اضحك وقالت علاش كتشوف فيها قلت ليها ويالوغة فرحان قالت فرحان وعلاش قلت حيت أنا معاك قربت إيدي بحذر وشديت في إيدها وانا نقول حبيبة أنا قالت انت شنو قلت أنا كان بغيك وهي تقول حتى أنا اصدمت وانا نقول شنو قلتي وهي تقول سلطان أنا من نهار اللون أنا معاك واضحة في كل شي وحتى في المشاعر ديالي مستحيل نكتب أنا فعلا مرتاحة معاك وكن بغيك كنت غادين بكي بالفرحة من اللي قالت لي هاد الشي واو واش كان حلم واش البنت اللي تمنيتها حتى هي كتبغيني زيرت على إيدها وبيت أنا حبيبة كان وعدك عمرك غتندمع لي غندير المستحيل باش نعيشك أسعد وحتى في الدنيا كان بغيك وغنبقان بغيك طول حياتي وهي تقول وأنا رني معاك شحان زغين تلقى دك الشي اللي بغي وكديك أتقلب عليه حياتك كاملة جات فرص حيت حبيبة هي وجه السعد عليا وجاتني فرصة حيت حبيبة هي وجه السعد عليا مباراة ديال محامات دوزت المباراة ونجحت وكان أسعد يوم في حياتي وبديت لخدمة في مكتم محامات كبير وكان عندي حماس وفعلا المدة اللي دوزتها في المكتابة مع حبيبة خلتني نكون متقف أكتر ونعرف نجاوب في المباراة وأخيرا غادي نبني حياتي مع حبيبة دازوا ليام وننقول الوليدة الوليدة اليوم غا نمشي ونخطبو حبيبة ضغية وجدي راسل ضغية وجدي قالت ما لنا على حالتنا ما لك مزروب قلت لها ما كرهتش ندير العرس دعبة ما شي غا نخطبها وشدنا كل شي ومشينا خطبناها حشمت بالزعب وداز كل شي زوين وقلبي كان طاير بالفرحة أحلى شي هو تخطب البنت لك تبغي إحساس ولا في الأحلام ودازت الخطبة من أروع ما يكون وركبنا الخواتم وهدرت فودنها وقلت كان بغيك يا أحلى حاجة وقعت لي في حياتي وهي تقول حتى أنا كنبغيك قلت واش أنا كنحلم أنا ممتيقش عيني ضحكات وقالت اللا تيق إحنا دابة مخطوبة وقريب غدينتزوجه قلت ليها أنا غندير المستحيل باش نصرحك ونعيشك أميرة الله يذكرك بالخير يا مول الحرشة وهي تقول أنا تايقة فيك وعارف عيونك ما كيكدبوش شطحنا ودوذنا وقت زوين في الخطبة وحتى والدية كانوا فرحانين بالزاة حيات كان كيحساب ليهم عمري ما غندير عقلي ولكن درته واقطعت علاقتي بالماضي آه وغتسولوني على الفليفلة سامحت أنا وياها ورديت لي هاتي ريفونها وقلت لي هديها في قرية هحسن ليها هي اللي غتنفعها استقريت دابة وحققت أحلامي البنت اللي كان بغي والخدمة غناخد كريدي ونشري به الدار وهانا مستقر وعايش حياة ميتالية وولات حياتي ما بين حبيبة والخدمة كنجي من الخدمة وكندوز على دارهم نشوفها وفي الويكاند كنخرجون تسارعوا ونشوفوا الفراش اللي غنفرشوا به دارنا حبيبة ماشي من داك النوع العيالات اللي كيهمهم يخسروا الفلوس على العرس وداك الشي بالحكس حريصة دي مع الراحتي كل شي كان هو هادا نشيت لخدمتي ومن اللي رجعت كالعادة جيت ندوز على حبيبة قلبي ولقيت بباها كيودعش حد في باب دارهم شكون هادا فين شفته من قبل مستحيل هادا خوني سرين أشجا يدير عند حبيبة شافي يا بباها شي شفات ماشي هما هادوك واحتدك المسخوط مشا وبقيت أنا مع القبض حبيبة قال لي أكيد عندك بزاف ما تقول قلت له عمي أنا هو يقول لي قول هاد شي الحبيبة راها كتسنعك طلعت ولقيتها جالسة وقال بوجها لناحية التانية قلت حبيبة وهي تقول بغضب شنو قلت خليني نشرح ليك عافاك قالت أش غدي تشرح حاجة وحدة اللي غتقول دابا واش دك شي اللي قال دك شاب صحيح ولا كتوب واش انت فعلا قلت أنا قاطعتني وقالت اهدار قلت ليها آه بالصح ولكن وهي تقاطعني تاني وقالت خرج علي برا وما نبغيش نشوف وجهك من لاخره قلت ليها غاي سنعيني عافاكي كان ترجاك حبيبة كان قسم ليك دك شي كان قبل ما نعرفك قلت ضيحتي مستقبل البنت اشنو الفرق قلت ليها هي اللي وهي تقاطعني قلت ششت ما بغيت نسمع ما بغيتش نسمع المبررات القادرة ديالك هي اللي خسرت اما انت جاي تعيش حياتك عادي وتزوج وتبني عائلة حيضيت لخاتم من ايديها وحطتو ليه في ايدي وقالت سير في حالك سلطان راجع راسك وعرف اش درتي وديك ساعة غادي تعرف شنو بغيانا وعلاش تفارقت معاك قلت ليها حبيبة عافاك كنت رجاك عطيني فرصة اخيرة وهي تقول انت اللي اعطي الراسك فرصة ولو مر وحدة في حياتك وراجع اخطائك وحاسب راسك الهد رسالات الاول مرة دموعك ينزل مستحيل تكون نهاية حياتي وفرحته يا هادي مستحيل تكون هذه هي النهاية وحياتي ولات جاحين بعد ما ما بقاتش حبيبة كنت جاوب على مكالماتي حبست راسي في بيتي وما بقيتش كنمشي للخدمة وما كنا كل ما كنشرب جايت عندي الواليدة وقالت ولدي عليش داير فراسك هكا عافاك نوضو كل غا شوية بقيت ساكت وما جاوبتهاش وليا تقول عمري ما شفتك ساكت بهذا الطريقة الله يهديك ولدي ومشات الواليدة لعند حبيبة بيش تهدر مهاها وتحرف سباب فراقهم قالت الأم تسلطان عافا بنتي لما قولي لي آش واقع بيناتكم كنتم زياني آش وقع لهذا الشي كله قالت حبيبة كيفاش الحاجة قدرتي تشاركي في هذه الجريمة اللي وقعت وهي تقول الأم هنا جريمة بنتي حبيبة قالت سلطان غلط وانتي عانتيه في غلطه هو كان خاصه يصلح غلطه ماشي يهرب من تحمل مسؤولية وهي تقول الأم شكونك تقصدي قالت حبيبة البنت اللي سميتها نيسرين جات عندكم هاوطة الباتك وانتي كذبتيها وجريتي عليها من دارك قالت الأم داك الوقت حلف لي سلطان باللي راها كتكتب وطيقته حبيبة قالت لا ما طيقتيهش غاهربتي من المسؤولية بحاله وتغاضيتي على الحقيقة مع أنك ما طيقتيهش وفي الداخل ديالك كنتي عارفة أنه دارها قالت الأم عندك الحاقة بنتي حتى أنا شاركت في هاد الشي وهي تقول حبيبة ما يمكنش نعيش مع سلطان وانا هاز على عاتقي مسؤول يبحى لهادي وانا عارفة أنه كان إنسانك تتعذب بسبابه وانا خايفة أنه في يوم من الأيام نولد بنت وتدفع غلط داره باباها في لحظة طيش وتغاض عليه ونساه حاولوا تصلحوا الغلط وكل واحد يدفع تمن غلط داره ويتحمل مسؤوليته فيه ومشيت الأم للدار واتجهت لبيت ولدها اللي كان كينتاظرها على حرم الجمر قال سلطان قلت لماما ماما شنو درتي شنو قالت لك حبيبة وهي تقول الأم ولدي أنت خاصة تقلب على البنت اللي اسميتها نسرين وتصلح دك شي اللي درتي قلت مستحيل أنا ما يمكنش نكون مع شي وحدة من غير حبيبة إلا درت هاد الشي غادي نخسر حبيبة وما عمرها غا ترجع لي وهي تقول الأم أنت في كل أحوال خسرتها راها مستحيل ترجع لي وهي عارفة عليك هاد الحقيقة يمكن إلا قلبتي على نسرين واصلحتي غلاطك واعترفتي بدك شي اللي ولدعته يمكن تأكد حبيبة ديك الساعة أنك تغيرتي على قبلها أما دابا فمستحيل تقبل تشوف وجهك ومشيت لدار حبيبة وبديت كنعيت وندق بالجهد حبيبة خرجي عندي بغيت نهضرو حبيبة قالت شنو بغيتي مالك دير لشوها في الحومة قلت لها أنا كنموت واش ما بغيتيش ترحميني وهي تقول دير داك شي اللي خاصتك تديره سلطان قلت واعديني هو اللي هو أنا مستعد نتزوج بنسرين ونعترف بالولد واعديني باللي نتفارق معاها ترجعي لي ونتزوجه قالت أنا ممتيقاش هاد شي اللي كنسمع كنت كنظن أنك تبدلتي وولا عندك ضمير أما دابا كنشوف قدامي واحد اللي بغي وصل مصلاحته بأي طريق وما كيهموش المبادع أنا ندمانه بزاف حتعرفتك كان كي حساب لي انتا إنسان مختالف وخلعتني ودخلات حسيت بقلبيش على فيه العافية ما غنضيعش الوقت غان مشين تلاقى نسرين ومشيت لدار نسرين ودقيت وفتح لي أخوها وقال أش بغيتي قلت له بغيت اختك شدت فيه وبغيت ضرب معايا حتى خرجت أمو فكاتنا وشافت فيه وقالت أش بغيتي ما زال منا ضيعتي لي نحياتنا وضمرتيها أش جاي ما زال بغي منا قلت لها سوه لولدك اللي جاي كي يخسر لي زواجي أش بغيتوا عندي نتومة فين نسرين أعيتي لي عليها بغيت نهدر معاها وهي تقول أموها نسرين الله ياخد فيك الحق فين هي نسرين من نهار جريتوا علينا من داركم ما بقيتش شفتها بنتي طجات حيت الدابست معاها بسبابك الله يا ربي بنتي فين غدا تكون قلت لها انتو ما كتكذبوا أكيد كاينة لداخل وكتضحكوا عليها وبديت كنعيد وهي تقول لي يا موها سير قلب على بنتي انت سبابها قلب لي عليها ورجعها والله هو اللي غياخد حقنا منكم ايش هاد الظهر فين غلقاها والرحلة ديالي غدا تطهان وغانبقى نقلب عليها يا لطيف وبقيت يومين كندور ونستغل وشي حد شافها بحاني لك نقلب على براء في كومة قش كنقلب احتفقت الأمل فانني نلقاها خصوصا ان حياتي مع حبيبة مرهونة فانني نلقا نسرين وما كان بيدي حال آخر من غير انني نستمر في البحث عليها أعلمت سحابي كلهم وحتى البوليس عاموني فانني نلقاها خصوصا انني ولو عندي بثاف المعارف أعلمت سحابي كلهم وحتى البوليس عاموني فانني نلقاها خصوصا وانني ولو عندي بثاف المعارف منهم بعد ما خدمت في المحامات واحد النهار قال لي يا وحد السيد رأس بقلو شافها في شبار قلت بار وشنو كان كحساب لك سلطان حبيبة كان عندها الحق أنا ما حاش بقدر الظلم اللي طلمت لهذا البنت جرات عليها مهال الزنقة وهي صغيرة ومعندها والو أكيد غيحاطوها الديا وغيكون مصيرها بار ومشيت للمكان المعلوم وطبعا بالليل باش نضمن بأنني نلقاها تمام ادخلت ومحملتش البلاصة مع أنني دوزت بثاف ديال الحويج الخيبين إلا أني عمري موصلت لهذا العالم الدخان وريحة الشراب كتقتل وبقيت كنقلب على نسرين وما لقيت هاش وما فقدش الأمل وقررت نبقى لعلها تبان ولا تجي ما صيري بين إيديها فجأة الفتاة نضاري وحد البنت ناضط كتشطح ولكن رقصها غريب بحالي لها زجبل على ظهرها بحال شي ميت كإتماعي ومحاطين بيها مجموعة من الرجال شي كيصوت عليها الدخان ديال كارو وشي سكران تلفتات ومكانتش غريبة عليها دايرة جوج كيلود الماكياج وشعرها سابغا ولباسها معري شفت فيها نسيان ودمعه عينية على حالها هادي نسرين ما خافياش عليها واش هادي هي البنت اللي كانت منورة بحال شي وردم فتحها واش بسبابي وصلت لهاد الحالة كل دنبها في الدنيا أنها بغاة وطاقت وما صيرها كان هو هذا حسيت الأول مرة شحال أنا حقير ودنيئ عاد عرفت كيفاش كتشوفني حبيبة داما واحد الانتهازي دمر حياة إنسانة ما عندها دنب من غير أنها بغاة إنسان وعطاته كل شي وتمنات معاه كل شي وجزاءها كان هو أنها ولات وسيلة إفراغ الشعب استردت يلس بالعمومي اللي شي يخوي فيه هذا ما شعت لي مشيت لعند هاو عينية كله مدموع شافتني وقف بينا الزمن لحظة رجعت لي هجروحها ودمع عينيها كانت سنة أشنو غد يكون رد الفعل ديانها وهي شايفة الإنسان اللي دمر حياتها واقف قدامها بعد سنوات بقيت كتشوف فيها واحد الراجل جبدها وبدك يقول ليها شطحي وهو سكر عني ما حملتش البلال ومشيت عن دود ربتو بونيا وجريت نسرين خرجتها من تماما واحتبع عدنا وحيدات إيدها مني وقالت شنو بغيتي؟ جلت نسرين ولا ماما اللي دخلتيها في صدمة؟ ولا أخويا اللي دخلتيه الحبس؟ واللي كان حالف أنه غد يقتلني من اللي غيخرج؟ ولا ماما من بعد ما عرفتني باللي حاملة جرات عليها وقالت ليها لا أنت بنتي ولا أنا أمك وغضبان عليها اليوم الدين ولا أمك اللي جينا عندها وجرات علينا بلا رحمة شنو غدي تصلح؟ خرجت وهربت من دارنا وأنا ما عارفة فين غدا نمشي وخايفة وللأساف ضعت كتار وكتر آه غتصلح اللي يالي اللي كنت كندوزها مع اللي يسوى واللي ما يسواش غتصلح شنو ولي شنو قلت ليها ولدنا ولا بنتنا اللي ولدتي أنا غدي نعتارف به وما غنتخلاش عليه وانتي أمك غدي نتهالى فيك احتمتي عافكي حاولي نبدأه من جديد وهي تقول ولدنا؟ فين هو ولدنا؟ ولدنا اللي ولدته ودوزت المخاض في الزنقة كانت قطع وحتى واحد ما سوى فيه ولدنا اللي ما لقيت من وقله واللي يكمل سبعيام وقتع النفس ولدنا اللي جريت به الاستبيطار وما لقيت حتى ما بقيت كنرغب وحتى واحد ما الدهى فيه ولدنا مات ومن داك النهار مدت معاه حتى أعلم بديت كنبكي وهي تقول بكي دموعك ما كي سوى ووالو ما يسوى وش لحظة واحدة دوزتها في الشاحين تحت الأرض وبقيت كنبكي وقلت لها نسرين عافكي سمحيلي عافكي أنا راني ندمان ودفعت التمن غالي وهي تقول دفعتي التمن ما كين حتى واحدة دفعت تمن إلا أنا ما فهمتي؟ أنت راجل عليك ويلوحك في النار بوحدة وإنت اللي كنتي معلق الدنيا كلها عليها قلت عارف عارف حيت حتى أنا بغيت والإنسان اللي بغيت تخلات عليها حيت عرفات شنو درت ليك قالت عليها قلبتي عليا وين اللي كان كي حساب لي باللي ضميرك فاق وحسيتي بالدن باتجاهي ويحساب لي مشاعرك مازال مخبيهم لي قلت لها نسرين عافكي فهميني وهي تقول ما بغيتكش تجي عندي ولا تقلب علي مرة أخرى اللي كان رابطنا مات ودفنته خلاص بارك علي العذاب اللي شفته منك عطيني التساع قلت ليها نسرين كانت رجاك ما تمشيش سمعيني عافك وعاونيني نسرين مشات وخلاتي وانا شايف أهمالي كيضيع وتلفت وبقيت كانت مشى في الظنقة غالاية حرجلية في الأرض شحال صعيبة تكون منقيد ومقادر تديروا لي يديك مكبلة وقلبك معلق بأمل وانت ما عندكش حل آخر الولد مات شحال كنت آناني معاها ضيعت حياتها ودمرتها وعجت حياتي كأنه شيئا لم يكن لحتها في العافية بوحدها والمجتمع عاقبها هي بوحدها من دوني أنا وانا كملت حياتي عادي خطأ غايدفعني التمن غالي وغير بقى هالزوتو الحياتي ووصلت حدى البحر ووقيت كالس والهوة كيدرف وجهي يا الله نورني ووريني طريقي وسهل الأمور من عندك ومن بعد مشيت لدارنا نعست والصباح مشيت نخدم دوزت نهاري في الخدمة ومن اللي جيت في العشية شفت في دار حبيبة وكل شي كان مسدود دخلت للدار ولقيت ماما حاطة ايدها على خدها وقالت والدي شفتي حبيبة قلت لا هي ما بغاش تشوفني قالت ماما هي وعائلتها اليوم مشوا من الدار وجات جابت ليك شي حوايج قلت ليها شنو فين مشاو واش مشاو قهع مشيت كان جرل ديك القوات اللي جابت لي لقيت فيها جاع الكادويات اللي كنت جبتهم ليها مستحيل وستالة اللي بناتنا كله ولقيت ورقة مكتوف فيها سلطان أتمنى أن تكمل حياتك مع الفتاة التي ظلمتها ذلك أقل تعويض تقدمه لها مقابل الأذى الذي آديتها إياه أرجوك لا تظلمها أكثر هذه رغبتي أرجوك حققها لي لكي لا أشعر بتأنيب الضمير ولكي لا أكون طرفا من ظالمها أتمنى لك السعادة أرجوك نسعني بديت كنفك أعلاش أحبيبا أعلاش كنت تخلاي علمي أحتاج لت حياتي تقدات وغادي نعيش أخيرا هذا جزائي أعلاش يوقع لي هكا آه كان أعتارف دوزت بزاف دلأخطاء في حياتي لعبت بزاف دلأخطاء في حياتي لعبت بزاف دمشاعر لبنات ولكن كنت مستعد ندير عقلي والتمن كان غالي بزاف الحساب كان تقيل وما قدرتش نتحمل البنت اللي بغيتها وتمنيتها تخلات عليا وخلاتني كنت عدب ودوزت فترة كئيبة بالزاف قلبت على حبيبة في كل بلاصة وما لقيتهاش أكيد سافرت لبرة المغرب وحياتي ولد شاحيم بعد ما كنت عايش سلطاني لراسي وحتى حاجة ما كانت كتهم أش داني نبغيشي وحدة ونت عدب هكا أنا كنت غالط نهار كنت كاللعب ببنات الناس مشاعر الناس ماشي لعبة وبنات الناس ماشي لعبة أش داني وقررت نحقق الرغبة ديالحبيبة ونعود نسرين على الطرر اللي لحقتوا بيها مشيت عند هالبلاسة المعتادة وهاد المرة لقيتها جالسة بوحدها وما مقعد داش رأسها بحال دي كل مرة مشيت وقلست حداها وكانت حاطة ايدها على خدها وغا شافتني وحيداتها وقلت ليها نسرين لا باس وهي تقول شنو بغيتي قلت نسرين جا الوقت لي تخرجي فيه من هنا انتي ماشي ديال هاد البلاسة انتي خسكي تبداي حياتك من جديد قالت باستهزاء بصاح ايوا كيفاش غندير لها قلت ماماكي مقهورة عليك ومعدبة وهي بعيدة عليك انا عارف باللي راكي خايفة من خوك لي قتلك الى نشيتي عندهم وانتي مزوجة ما غيقدروا يديروا ليك والو انا غندير لك عرس كبير باش نرد ليك ولو جزء بسيط من اعتبارك وغنحاول نعودك على قاع العذاب اللي دوزتي بسبابي شافت فيه متأمل وكأنها عندها امل بزاف هادرتي كاي غاريق باغي اي حاجة يشد فيها شديد في ايديها وزيرات عليها وخرجنا من دمها مشينا لدارنا ولقيت ماما قال سكا العادة وهاز ذهب قلت لها ماما شوفيش كون جبت معايا دخلتني سرين وهي خايفة وشديد لي ها ايدها وهدنتها شافت فيها ماما ودمعات عينيها وقالت سمحي لي يا بنتي انا السبب ياريتني لو ربيت ولدي يحتارم ابنة الناس وياريت لو تيقتك دك النهار ما كانش غايق عليك هادشي كله بداتني سرين كتبكي وقالت اسمحت ليك الله هو اللي كي يسامح كل واحد وتحانكو جميل ان الانسان عرف خطأو يواجهو وما يهربش منه قلت ليهم احنا غدا غدي نديرو العقد ومن بعد غدي نتواجهو مع ماماك وتسامحي معاها نسرين قالت واخا ومشينا انا ونسرين ودرنا العقد وكنت شايف في عينيها الفرحة مصحوبة بالدموع من اللي كملنا وتزوجنا بديتها لدرمها كانت متردة بزيف انها تمشي قالت سلطان خلينا نرجعو ما بغيتش نمشي قلت لها خاسكي تواجهي يا نسرين ما تخافيش انا راني معاك وما غنتخلاش علي دقينا وفتحتم هالباب شافت بنتها وهي تفشل ونزلو دموحا قربات منها وبداتك تبكي شداتها وبداتك تعنق فيها وتبكي بالجهل وحتاني سرين ببداتك تبكي بالجهل وتعنق في ماماها وكتطلب منها سنحا شوي يخرج خوها وبداتك يشوف فخته وبداتك يسفيها وبغا يضربها وجيت انا شديته وقلت ليه ماشي من حقك تحط عليها ايدك حيت هادي دابا رها مراتي قال مراتك؟ قلت له انا ونسرين نزوجنا وغادي نديرو العبس ونعرضو على قاع الناس يجي ويحضروا فرحات ماماها وبلبكة زغرتات احتا كل شي طال من شراجم او من بعد وجدنا العرس ودرنا حفلة صغيرة في دارها حضروا لي هالجيران والعائلة لبست حواج العريس وبرزت ولكن قلبي وعقلي مع وحدة اخرى اللي من نهار غابت ما بانت وشفت في نسرين وكانت فرحانة وضحكة شفت فيها حبيبة اللي كان المفروض في هاد اللحظة هي اللي تكون في بلاسة نسرين اتنهات جوسكت انا اللي درتها فراسي ودفا لا بد من تحمل ثمن اخطائي دازل عرس ومشات معايا نسرين للدار دار والدية كنت كانت منا نشري ودار انا وحبيبة ونبدو بها حياتنا ما كنتش كنتخيل ان حياتي غادي تكون هاكة دو وزت ايام كان بقى سارح وما كان هدرش معا اننا نسرين كانت كتدير محاولات تهدر الا ان المواضيع بيناتنا ضغية كيتسعلها وخا عمري ما رفعت صوتي عليها ولا دابست معاها ولا قلقتها وكنت بعيد عليها بزا كان بقى بزاعات كان طول من شرجم كانشوف في بيت حبيبة وكل امل انها تفتح مرة اخرى واتطول منه ويطير الريح شعرها بغيتها من القلب واكيد انني كانمشي لكل بلاسة جمعاتنا فش مرة خصوصا المكتابة اللي كانشوف فيها صورتها قدامي وضحكتها وهي كتهدر لي على الكتوبة واحد النهار رجعت من الخدمة بدلت حوايجي وقلست لقيت نيسرين بغى تهدر معايا وكانت متردة بالزعب قعلت سلطان ممكن نطلم منك طلب قلت ليها اكيد طلبي وهي تقول انا قنطانة في الدار بالزعب وما كرهتش نخدم باش نعمر وقت قلت واخا نقدر ندبر ليك شي خدمة بالبيرو اللي انا خدام فيه منه تفوجي وتستقلي براسك وانتي تقري كيفاش تغتعيشي انا ما غنفرض عليك حتى حاجة واللي حتاجتي ها غنديرها هاكا غنكون كفرت ولو على القليل من بنوبي اتجاهك قعلت كم شكرك بالزعب انت تغيرت يا سلطان ولا سلطان القلب هو اللي كيهضر منك كتر من سلطان الشاب اللي كان مفلس وسوقه خاوي فعلا وفعلا ولاد نيسترين خدامة معايا وكل شي عارف انها مراتي وكل شي كيستغرم من العلاقة ديانا اللي كانت غريبة بالزال ماشي علاقة جوج مزوجين قد ما كانت علاقة جوج صحاب بيناتهم جميل كيردوه لبعضياتهم وبقات نيسترين خدامة حتى ولادك تعتامد على راسها واحتى انا كنعاونها احتاجة النهار لطلبات مني الحاجة اللي ماكنش متوقع انها جي من عندها هي كنت منغامس في الطارف شي اوراق ديال واحد القتلية وهي تقول سلطان قلت ليها نعم قالت انا بغيت نتطلق قلت ليها شنو وهي تقول بجاتك غريبة ماشي هادشي اللي كنتي باغي انا عارفك ماشي ديالي وقلبك راه معا وحدة اخرى وماكنش كنت سنة منك حتى حاجة بالعكس انت عاونتيني بالزال ومديتي ليها ايدك حتى انا ما خاصنيش نكون انانية انت خاصك تكون مع البنت اللي كتبغي قلت البنت اللي كنبغي صافي مشات وما عمرها ما غا ترجع قالت ماتي اش يمكن ترجعش نهار وخاصها تلقاك تسنناها المهم خاصنا نبدأه في اجراءات اطلاق قلت ليها نيسرين عافكي سمحي ليها وفوق ما احتاجيتي شي حاجة احنا صحاب وخوت ما ترديش طلبيها مني قالت واخا كان شكرك بالزعب ومشينا انا ونيسرين وبيدينا اجراءات اطلاق ماما هم عجبهاش الحال ولكن قنعاتها نيسرين انها ماشي نهاية الدنيا وانها قادرت هز راسها من جديد ورجعت للصفر بعد اطلاق ووليت رجل مطلق احساس خايف بالزعب الراجل كيحس راسه بحال ليلى محيد عليها غضا كنحس راسي غادي بين الناس راجلacak مرةone ووليت من الخدمة للدار وحد النهار كنت في الخدمة وحت ادي على خدك العادة وجات عندي نيسرين وقالت سلطان وقلت ليها مم وهي دقو مم وانا نقول اشنو قالت اش حال هادي ما قريتي شكتان اشنو رأيك نمشيو المكتابة غا قالت المكتابة وانا نتفكر حبيبة اكيد انا غا نمشي حيث هي الدكرة اللي بقاتلية منها قلت ليها واخنا نمشي ومشينا انا ويسرين ودخلنا واختارينا شنو نقرأ بقينا جالسين شوية وهي تنوض قلت ليها أفين وصافي سخيتي ومليتي قالت هانا غير هنا غدا نمشي نجيب شي حاجة نشربوها قلت ليها قلسي انا غا نمشي نجيب لك اللي بغيتي قالت لا لا انا بغا نتحرك شوية غا خليني على خاطري قلت واخا ما تتعطليش مشيت نيسرين وانغامست انا في القراية حتى قلسات حدايا تلفت عندها وقلت ليها ما تعطلتيش واتضمت من اللي لقيتها حبيبة قلت حبيبة وهي دقو اه حبيبة سلطان لبس عليك قلت ليها اه 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 انا ما مطيقش راسي حبيبة واش هادي انتي ولا غا كنحلم انا خاسني الفيق قالت لا هادي حقيقة انا حداك قلت ليها تعلمت من اخطائي بزا تعلمت وهي دقو حتى انا كان بغيك شوف مسح علي يد وقدموها واش انا غنبقى انت سننا فيك حياتي كاملة باش تزوجني زيد قدامي عند العدول قلت ليها دابا هو اللول وبقينا كان ضحكو وندنا ولقيت نيسرين واقفة في الباب كتشوف فينا وكتضحك وكتتأمن قلت نيسرين واش كنتي عارفة قالت آه واتلاقيتها قبل وعرفت باللي كتبغيك بالسهر وانا فرحانة ليك وليها استاهل وحدة بحالها بعد ما تبدلتي قلت ليها يعني انتي جبتيني المكتبة بالعاني باش تلاقاها قالت آه وانا نقول كان شكرك بالسهر وعمري ما غدا نساليك هادشي وديزوليان ووصل نهار العرس وكنت ناشط وفرحان بالسعب واخيرا حياتي تقادات ونسرين تعرفات على واحد السيد من عائلة حبيبة واحترم وقارب وغايت زوجه عما قارب اما العرس ديانا كان اسطور طلعنا انا وحبيبتي فوق العمارية وتصورنا وبقيت كنشوف فيها ما تيقتش عينيها بغيت نقول لها في ودنها شي حاجة ومعرفت ما نقول وانا نقول شديت وشي غرامة شافت فيها وتصدمات وانا نقول لها راها ضحك لبست جلابة وكنت كانبان بوغوس شوية وانا نشوف قدامي ربعات لبنات لابسين بحال بحال وكيخنطروا فيها فايت لي شفتهم شكون هادو قاوي لي هادو كنت مواعدهم بالزواج حلق السلطان باش ما تحصلش طلعت جلابتي وهزيت بلغتي في ايدي وبديت كنجري وحبيبة كنجري مورايا وهادي كانت هي النهاية السلطان وحريمة كانت منى تكون القصة عجباتكم وإلى اللقاء في قصة أخرى جديدة ترجمة نانسي قنقر